طيب بالنسبة بقى للمتبر الصحفي لكابتن فيتسو موسيماني قال موسيماني ان النادي الاهلي هياخد مباراة نهائية مهمة جدا بتمثل تحدي ذهني وفني كبير بالنسبة له وبالنسبة لكل لعيب في الفريق بعد مشوار طويل خاضوا خلاله 15 مباراة وهو ما يعني قرابة نصف موسم تقريبا وكل طبعا فريق على حسب تعبيره من حقه ان هو يعني يطمح الى المكسب للتتويج وتتويج مجهوداته واضاف كمان موسيماني مباراة صعبة وفي نفس مستوى الاجواء ونفس الضغوطات التي تعرضنا لها امام الرجاء ونحن نتوقع مثلها امام الوداد لكننا قادرين على التعامل معها ونحن هنا للدفاع عن مسيرة النادي الاهلي ولن تؤثر اي غيابات على الفريق والجميع جاهز ده هذه المهمة